فالدين اليوم هو ديننا نحن لا دين الله لم نرتبه الترتيب الإلهي نذكر مثال لو نسأل الآن جميع المسلمين ما أهمية الصلاة؟ يقولون أن الصلاة عمودة الدين وإذا صلحت صلاة سأرعمل هذا التراث روائي وهي فريضة أنا ما هي فريضة وواجبة بس أبغى مكانتها منزلتها فين إذا سألتهم هل هي أهم أم الذكر؟ ماذا سيقولون؟ أكيد الصلاة يقولون الصلاة أهم لأنها تحتوي على الذكر من التسويح والتحميل وسبحان رب العظيم هم عرفوا الذكر خطأ وعرفوا الصلاة خطأ ونتيجة الرواية يعطيك معنى الصلاة ومعنى الذكر الله يقول وأقم الصلاة لذكري سق السيارة بهدوء لتسلم هل السياقة بهدوء أهم أم سلامته؟ سلام فالغاية أهم من الوسيلة عندما يقول الله وأقم الصلاة لذكري فين الوسيلة وفين الغاية؟ الوسيلة صارت الصلاة الذكر هو الغاية ما هو الذكر؟ الذكر في القرآن هو التذكر أن يكون الله في قلبك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكون من الغافلين الذكر ضد الغفلة الذكر عند التراث الروائي خطأ الذكر عند التراث الروائي هو التسبيح والتحميل والتهليل وهذا مشروع لكنه ليس الذكر هو ما ظهر من مظاهر الذكر إن ارتبط بالقلب وإذا ما ارتبط بالقلب الذكر في القرآن أختصر الله عندما يقول فاذكر الله كذكركم آباءكم كيف تذكري والدك؟ أنا كيف أذكر والدي؟ أجلس أقول والدي فرحان 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 ما هي كذا صح؟ إذا أتمنى نموذج يعني أتمنى يكون معي إذا زرنا مكان إذا كذا إذا أنجزت منجزا أذكره كثيرا فاذكر الله كذكركم آباءكم في مناهج التعليم قرأنا واجبات الصلاة وأركان الصلاة وسننها هل قرأنا غاية الصلاة؟ ما قرأناها ولا قرأنا وظيفة الصلاة وظيفتها أن الصلاة تتنهى عن الفحشاء المنكر لماذا المصلين اليوم ما أكبر الفحشاء والمنكر من التكافر والتبادع والتباغض فيهم ليش؟ لأنهم ما عندهم الذكر لأن الذكر لأن الغاية مقطوعة مثل واحد يداوم الكلية إذا ما استحضر الغاية من أنه يريد أن يذاكر وينجح بس يداوم الكلية يجز في الطرقات نحن المسلمون نحتاج أن نذكر غاية الصلاة في القرآن وهي أهم من أركانها وأهم من واجباتها وأهم من سننها غاية أن تتذكر الله الشيطان حريص ألغاء شوفي زحزح المعاني الكبرى الذكر صار اللفظ الشكر صار الرجيف للحمد نعم وسنأتي إليها تحرير الألفاظ من القرآن من أهم التجديدات التي يجب أن يكون بها تحرير اللفظ من القرآن اشتركوا في القرآن